موسيقى طلبت ادارة نادي المريخ من نظيرتها في الاتحاد المصراطي الليبي بشكل رسمي السمح لها بالتعاقد مع اللاعب السوداني وليد حسن في المركات وشتوية الجاري وطلبت ادارة المريخ من خلال خطابها للنادي الليبي الذي حاوى عرضا ماليا ارسال ما يفيد بانتهاء عقد اللاعب مع الاتحاد المصراطي وخلو طرفه من النادي وكانت ادارة نادي الاتحاد المصراطي قد تعاقدت مع اللاعب السوداني في عصص من العام 2018 قادما من فريق الخمسة اكدت انباء صحفية ان الكشف الطبي الذي خضع له اللاعب المالي ماريوس اسكو سيطيح به من التوقيع في كشفات الهلال حيث يتوقع ان يقوم الهلال بانتداب لاعب مدافع اخر بدلا عن لاعب كاظما الكويتي المصاب اسكو فيما ذكرت صحيفة جون في عددها الصادر اليوم السبت ان المدافع العراقية مصطفى نظمي بات قريبا من التوشح بالوان نادي الهلال السوداني بعد مفاوضات قادها مسؤولو الهلال مع اللاعب ووكيله الى ذلك كشف الصحيفة الجوهرة الرياضية ان رئيس نادي الهلال اشرف سيد احمد الكاردنال انهى صفقة الاجانب بنجاح وفتح ملف التفاوض مع هداف المريخ محمد عبد الرحمن الغربال تقدم رئيس نادي الهل الشندي عباس حسين وامين المال عثمان التاج والعضو نزار عبد الغني باستقالاتهم وشهد اجتماع النادي غياب نائب الرئيس اسهري محمد وتبقى اقل من شهر من عمر المجلس الحالي وتشير تقارير صحفية الى معاناة اهل الشندي من ازمة ادارية خلال عام الحالي وصراعات بين مجموعتين